كلنا متعبون اليوم الضائقة الاقتصادية التي تعصف بمعظم البشر القلة القليلة اليوم هي المرفهة ولكن السواد الاعظم للأسف في حالة سيئة جدا من الناحية الاقتصادية الهموم تركبنا ركبا بسبب ما نراه على مواقع التواصل الاجتماعي حروب ودمار نتحدث نحن كمسلمين وعرب تجد القتل اصبح شيئا سهلا تجد الضائقة التي يمر بها الناس اصبحت روتين يومي طيب ما هو الحل كيف اكسب السعادة في وسط هذه الاحداث بالنتجة اخي الحبيب الذي يهمك ان تكون سعيدا في هذه الدنيا وإلا لماذا تلهث وراء المال لماذا تعمل لماذا تتزوج لماذا تتعب الهدف ان تكون مرتاحا سعيدا انت واهل بيتك واولادك ان تضمن مستقبلا افضل هكذا يفكر معظم الناس ولكن قل قليل من يصل الى الطمأنين التامة السر هو في حقيقة قرآنية معظمنا يغفل عنها اعلم ان كل شيء قد كتب عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف النبي عليه الصلاة والسلام علم سيدنا ابن عباس وهو غلام علمه كلمات رائعة جدا هي للأمة وعندما يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام صحابيا يجب ان تتصور في ذهنك انه يخاطبك انت لان النبي لا يخاطب اشخاص هو نبي ارسل للعالمين كافة ارسل للناس كافة قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا يخاطب الناس لا يخاطب فئة لا يخاطب قريش او اهل مكة او اهل المدينة لا يخاطب الناس فعندما النبي ينطق وهو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم ويقول لسيدنا ابن عباس اعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك طب انسان قتل في حرب نعم مكتوب اخي الحبيب انسان خسر في تجارة انسان فشل في دراسة انسان فشل في زواجي كل هذا مقدر صدقني قاعدة ان تعتبر ان كل شيء مكتوب عليك مريحة جدا وحتى لو تحدثنا من منطلق النفس البشرية ماذا يقول علماء النفس عندما تصاب باذى بظلم بفقر بحادث بمرض بأي شيء علميا ما هو الافضل انت امامك هناك طريقين طريقان الطريق الاول ان تجلس وتلوم نفسك وتلوم الاخرين وتلوم الظروف وتلوم البيئة وتلوم الواقع الذي تعيشه وتغرق في بحر من اللوم الذي يغرقك ايضا في بحر اخر من الاكتئاب تجد نفسك تعيسا النتيجة هي التعاسة والواقع لم يتغير على فكرة طيب الحل الثاني او الطريق الثاني وقعت بك مصيبة ما هو الحل؟ يقول لك بعض علماء النفس حمل هذه المصيبة لأحد وريح نفسك لكي لا تلوم نفسك يعني لا تقول انا السبب انا السبب ستنهك قل هذا الامر خارج عن ارادتي وانتهى الامر وانتهنا فكر بموضوع اخر يعني علميا يجب ان تعتبر ان ما حدث معك من مآسي من مأساة انه امر خارج عن ارادتك بسبب ظروف انت لا تستطيع ان تغير فيها شيئا وبالتالي سترتاح المسئولية ليست لا عليك ولا على من حولك هم لماذا يقولون هذا؟ لانهم لا يعترفون بوجود الله العلم الحديث اليوم لا يعترف بوجود الله هل رأيتم كتاب في الرياضيات او في الفيزياء اليوم مكتوب فيه فقط اسم الله لا يعترفون بوجود الله هذا هو العلم الحديث للأسف يعني القرآن ماذا قال لنا؟ قال قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا النبي ترجم هذا الكلام لسيدنا ابن عباس والل الامة اعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك صلى الله عليه وسلم وبالتالي اخي الحبيب انا عندما اصاب بأذى اعتبر ان هذا الامر كتبه الله عليه وهذا صحيح يعني انا لا افترض شيء وهم انا لا اعالج نفسي بالوهم بالفعل الله كتب كل شيء من قبل ان يخلق اي شيء خلق القلم وكتب كل شيء لان عنده علم الغيب ولكن نحن لا نعلم الغيب وبالتالي الله عز وجل يرى اعمالي كاملة وبالتالي هي مكتوبة عنده مع انه لم يجبرني عليها اذا هنا عندما تعتبر ان كل شيء مكتوب وبخاصة موضوع الرزق عندما تعتبر ان هذا الضيق الماد الذي تعاني منه الان هو امر مكتوب ومقدر عليك صدقني سترتاح جدا طيب من الذي كتبه كتب علي امر معين فينبغي ان الجأ واستغيث واسأل صاحب هذا الامر لا اذهب الى شخص اخر يعني الله كتب علي هذا المرض انا اذهب اليه اولا وهو يسخر لي الطبيب والعلاج والدواء ويسخر لي الظروف وهذا ما قاله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال اذا سألت فاسأل الله يعني انطلق اذهب الى الله مباشرة اذهب الى المتحكم دعك من هؤلاء الذين علىهم كل واحد يقوم بدوره هم ادوات البشر الذين تراهم مهما علت مرتبة هذا البشر هو ادات موجودة له عمل محدد سيقوم به ويموت ويرحل اذهب الى الحي الذي لا يموت سيدنا ابراهيم ماذا قال قال اني ذاهب الى ربي سيهدين اذهب مباشرة الى الله فاذا اخي الحبيب انا اليوم احببت ان اوصل لك هذه الرسالة لان كثير مننا غفل عنها بسبب ضغط الاعلام يعني انظر اليوم تفتح الموبايل تجد اخبار الحروب اخبار السياسية اخبار الغلاء اخبار الفنانين اخبار المشاكل الحوادث الى اخره اين الله من حياتنا تقريبا لا وجود له لماذا؟ لان الذي يتحكم بهذا الاعلام هو مجموعة من الملحدين للأسف اليوم يسيطرون على الاعلام العالمي ويقدم لك ما يريد ان يقدمه يريد ان يشغلك عن الله عز وجل لذلك هذه الرسالة التي اود ان ارسلها لك اخي الحبيب ان تتذكر ان الله موجود ان تتذكر ان الله كتب كل شيء عليك فتلجأ الى الخالق وتسأله اذا سألت فاسأل الله لماذا؟ لانك اعلم انه اي شيء يصيبك او لا يصيبك الا ما كتبه الله لك وان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم يكن ليصيبك وبالتالي كل شيء مقدر طيب انا اليوم اريد ان اطبق هذه القاعدة في حياتي ماذا افعل؟ اول شيء الجأ الى الله اول شيء طيب هذا الاله الكريم ماذا يريد مني؟ لماذا خلقني؟ اولا خلقني ليكرمني ولقد كرمنا بني ادم وخلقني ليكرمني بالجنة ليكرمني في الدنيا بحياة مطمئنة ويوم القيامة يكرمني بالجنة هذا امر عظيم المطلوب منك اشياء بسيطة جدا ان تؤمن بالله فقط ان تتذكر ان الله موجود كل ما يضرك ابتعد عنه الخمر الزنا الفواحش الغش هو ضرر لك السرقة انت تضر نفسك الحسد يقتل صاحبه البخل يقتل صاحبهم كل ما يضرك ابتعد عنه اي شيء فيه نفع هو حلال اي شيء فيه ضر هو حرام هذا هو الاسلام ببساطة لذلك انا عندما اعتبر ان كل شيء مكتوب هذا امر نافع بالنسبة لي وعلواء النفس يقولون ذلك كمان ايضا يعني وبالتالي اخي الحبيب هذه الاية اية رائعة جدا قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون والنبي عبر عن هذه الاية بكلمات رائعة اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامة ان اجتمعت لا يضرك الا بشيء قد كتبه الله عليك ولا ينفعك الا بشيء قد كتبه الله لك رفعت الاقلام وجفت الصحف اعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم يكن ليصيبك او ليصيبك اذا انا الان ارتاح نفسيا كل المشاكل والهموم اذا عزلتها خلفي وبدأت بشيء جديد بدأت ابحث عن رضى الله عز وجل ماذا يريد الله مني يريدني ان ادعوه باسمائه الحسنى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها طيب انا ماذا اريد هناك 99 اسم لله انا الان في حالة ضيق مثلا ادعوه باسم الرزاق يا رزاق ارزقني اتذكر الايات التي ورد فيها اسم الرزاق ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين اتضرع الى الله التجئ الى الله والله عز وجل سيهيئ لك كل الاسباب التي تضمن لك هذا الرزق ولو كان قليلا ولكن يضع فيه البركة يبارك لك في رزقك يبارك لك في مالك يبارك لك في اهلك يصرف عنك شر المرض هذا اهم من المال ان يصرف عنك مرضا اهم من المال ان يصرف عنك اذن ان يصرف عنك معصية او فاحشة هذا اهم من المال اخي الحبيب لذلك هذا الحديث تذكره جيدا وتذكر هذه الاية قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم انه الحق